موسيقى نشرة الواحدة ظهرا من فضائية زاغروس أحييكم مشاهدين والبداية نستهلها بأبرز العناوين تيار البدر الوطني ينشق عن منظمة بدر بزعامة هذه العامر والسهلان ينفي موسيقى الياسري يقول الوضع بين الفتح وسائرون على المحك موسيقى صحيفة سعودية تؤكد العراق يستعد لمحاكمة ثلاثمائة واثنين وثمانين داعشيا اعتقلتهم أمريكا في سوريا ومسلح داعش يخرجون من مدينة الباغوز ويسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية موسيقى وترامب يعلن استمرار العقوبات على كوريا الشمالية موسيقى وإلى التفاصيل أهلا بكم تقيم منظمة من أجل وحدة العراق ورشة تدريبية للصحفيين وبالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقية مشاهدنا وللمزيد من التفاصيل ينضم معنا الآن ضياء الحمداني مراسل فضائية زاقروس للحديث أكثر عن هذه الورشة والأعمال التي تقام فيها ضياء بداية طابت أوقاتك ضعنا في تفاصيل هذه الورشة طبعا دلشين أسعد الله وقاتكم طبعا هذه الورشة كما معروف أكثر خلال الأزمة الأخيرة التي مرت على المنطقة كانت خصوصا حرب تحرير مدينة الموصل كان الصحفيين على تماث مع وضع غير طبيعي ربما أكثر تماثا مع الحرب ربما لا يفرق كثيرا عن المقاتل الذي يحمل البندقية أثناء تغطياتهم من المعارك فهنا الصحفيين كانوا على تماث كامل سواء قبل تحرير أو أثناء تحرير أو بقى مرحلة ما بداية تحرير هنا الورشة هذه اليوم تركز على موضوع تأهيل المجتمعات يعني تأهيل المجتمعات وسيارة القانون في مرحلة ما بعد النزاعات وهي مرحلة مهمة كيف يتعامل معها الصحفيون في هذه الحالة نقابة الصحفي العراقيين طبعا هذه الورشة الأولى كما حدثتني ضيفي بقى أن هناك هذه الورشة الأولى التي تقام في أربيل لكنها قيمت عدة ورش في محافظات في مناطق عديدة لكن المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الورشة للصحفيين من قبل نقابة الصحفيين في مدينة أربيل لمزيد några تفاصيل حول هذه الورشة وأهميتها وأبعادها وأهدافها نلتقي بالأستاذ حسن العبودي عضو مجلس نقابة الصحفي العراقيين ليطلعنا على المزيد من هذه التفاصيل مرحبا بك ضيفا عزيزا على قناة زاقرس التيفي ممكن تضعنا في الصورة حول هذه الورشة وأهدافها وما الذي ترمي إليه الاتنقابة من خلال إقامة الورشة في هذا الوقت أهلا ومرحبا بكم وتحية لكل زملاء العاملين في هذه القناة اليوم عقدة ورشة تخصصية في مجال التعاون بين نقابة صحفي العراقيين ومنظمة القانونية العراقية في مشروعها مشروع أمان وهو الذي يستهدف الأوضاع ما بعد داعش والتفاصيل التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية محاور عديدة كانت من أهم هذه المحاور هو موضوع ابناء داعش التفاصيل الأخرى التي تخص كيفية التعامل وتأهيل من انخرطوا في هذه التشكيلات وعوائلهم إضافة إلى موضوع التأهيل النفسي والتأهيل العلمي وكيفية التعامل القانوني معها كذا ملفات خطرة وكيفية بناء المجتمع بصورة جديدة بعد هذه التحديات الكبيرة التي مرت بها المجتمع هناك من انخرط فيه كمقاتل هناك من غرر بهم وهناك من أطفال ليسوا لديهم مشكلة في هذا الموضوع وانهم انخرطوا في هذا من قبل عوائلهم ومن قبل التنظيمات الإرهابية وانهم اندخلوا بضغوطات من هذه العصابات الإرهابية وبالتالي هناك منظومة كبيرة تعالج هذه الحالة هي المنظومة القانونية والمنظومة الأخلاقية والمنظومة الدولة بصورة عامة والصحافة الإعلام بالتأكيد الدوري الكبير والتحدي الكبير الذي يقع على الصحافة الإعلام في هذا المجال كونها هي الراصد وهي المضيء في هذه البقعة السوداء التي خلفتها عصابة داعش الإرهابية اليوم ناقشنا العديد من الملفات التي تخص هذا الموضوع وكيفية التعامل إعلاميا وصحفيا مع هذه الأمور وكيف يكون الصحفي والإعلام على دراية ووعي في التعامل مع هذه الملفات كما أسلفت هي ملفات خطرة هناك تعاملات قانونية تعاملات إعلامية مع هذا الموضوع بالتأكيد عقدنا العديد من الورش في جميع أنحاء العراق ولكن هذه أعتقدت هي الورشة الأولى التي عقدت في أربيل وسوف تكون هناك ورش أخرى تقوم بها نقابة الصحفين العراقيين بالتعاون مع المنظمات عربية ودولية في معالجة هكذا مواضيع وهي مواضيع خطرة ومهمة وهي في مستقبل العراق في موضوع آخر أفق التعاون بين نقابة الصحفين العراقيين ونقابة صحفي كردسان في هذا المجال أنا أعتقد قبل فترة كان زيارة لنقابة الصحفين لأربيل وهناك أفق للتعاون المستقبلي مستمر بين النقابتين بالتأكيد تحية لكل الزملاء في نقابة كردستان وكانوا مضيوف أيضا في هذه الورشة قبل قليل خرجوا من قاعة الاجتماعات وكانوا ضيوف أعزاء في كردستان في هذه الورشة تحية لجميع الزملاء في نقابة كردستان وهناك تنسيق على المستوى بين النقابتين وبالتأكيد هو العمل الإعلامي هو عمل واحد في خدمة الدولة العراقية وفي خدمة العراق شكرا جزيلا لك إذن كان ضيفنا من مجلس نقابة الصحفي العراقية لأستاذ حسن العبودي يعني أعطانا كثير من التفاصيل حول الورشة وآميتها ويعني ظروف العقادة في هذه الفترة بالذات إذن مجموعة من الصحفين للعاملين في أربيل في سواء المحسسات كردستانية ومستاذ ضيفة على كردستان ضياء أريد أن أسألك ما الذي دفعهم إلى إقامة هذه الورشة في أربيل وخاصة سمعت من ضيفك يقول أنهم سيقومون ورشات أكثر في أربيل ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ ما الهدف من ذلك؟ بالتأكيد هذا معروف أنه أكثر المؤسسات سواء المؤسسات حكومية أو مؤسسات منظمات مجتمع مدني تجد في أربيل المجال الأوسع لعقد هكذا نشاطات سواء نشاطات ورش تدريبية أو دورات تطويرية خاصة من مؤسسات ووزارة العراقية كثيرا لاحظنا في الفترات السابقة تفضيلهم لمدينة أربيل القيام لعقد هكذا نشاطات لمجموعة أمور طبعا بالتأكيد الأمان للبنى التحتية أمور كثيرة تكون المدينة أربيل مفضلة على بقية مناطق لعقد هكذا نشاطات وهذا واحد من نشاطات الكثيرة التي تعقد على مدار الأسبوع في كل مناطق أو في كل قاعات ومنتدات مدينة أربيل عاصمة كورستعاد نعم ديال حمداني كنت معنا من أربيل شكرا لانضمامك أعلن تيار بدر الوطني عن الانشقاق عن منظمة بدر برئاسة هذه العاملة وقال التيار المنشق في بيان أنه ينشد التحول الديمقراطي ويستهدف إصلاح الواقع التنظيمي والسياسي المتردي في بدر حيث أن قيادته الحالية قد فشلت في الحفاظ على إرث الشهداء ومصالح الوطن ولم تحقق طموح الشعب وأماله حسب تعبير البيان ولفت التيار في بيانه لأنه يكافح لإقالة ومحاسبة القيادة الحالية في بدر والتي وضعت يدها بأيدي قتلة العراقيين حسب نص البيان وإلى ذلك نأ القيادة في منظمة بدر كريم النوري بنفسه عن الانشقاق عن المنظمة والتحاقه بالتيار الجديد نفت منظمة بدر بزعامة هذه العامر حدوث انشقاق في صفوفها وقال القيادة في المنظمة النائب وليد السهلاني أن الأنباء التي تحدثت عن وجود انشقاقات في منظمة بدر غير صحيحة ولا وجود لها على أرض الواقع مؤكدا أن منظمة بدر متوحدة ومتماسكة تحت قيادة العامر وأضاف السهلاني أنه من الغير المستعبد المستبعد أقوف جهات وراء بث مثل هكذا أنباء وشائعات كاذبة والهدف منها أن نيل من قوة منظمة بدر وأمينها العام هذه العامر وكان تيار بدر الوطني قد أعلن في وقت سابق عن الانشقاق عن منظمة بدر فيما انتقد تيار بشدة القيادة الحالية للمنظمة واتهمتها بأنها متآمرة على العراق ومستبدة ويتعين محاكمتها أكد النائب عن تحالف الفتح سين الياسري أن الوضع بين تحالفي الفتح وسائرون على المحاك وقال الياسري أن المعضلة التي باقيت بين التحالفين هي اختيار وزير الداخلية رغم أننا نريد حسم ملف إكمال الكأبين الوزرية بأسرع وقت ممكن وبريضا وتوافق الجميع وأضاف أن حل معضلة الداخلية على المحاك وربما يتم تواصل إلى اتفاق قبل بدء عمال مجلس النواب ويتم تقديم شخصية لرئيس الوزراء ليقدمها لمجلس النواب للتصويت عليها أو يؤجل موضوع اختيار وزير الداخلية إلى وقت آخر ويذكر أن تحالفي سائرون والفتح التفقى على إكمال الكأبين الوزرية لعادل عبد المهدي خلال الجلسات الأولى من الفصل التشرعي الجديد لمجلس النواب شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرسوق الغانم على ضرورة تأكيد المد العربي داخل العراق فيما أكد اتفاق البرلمانات العربية على عدم ترك فراغ في العراق لتملأه دولا أخرى ونخلت صحيفة الرأي الكويتية عن الغانم عن التحضير لمؤتمر سيعقد في بغداد لرؤساء برلمانات الدول الجوار بالترتيب بين الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن مؤكدا أن كل البرلمانات العربية متفقة على عدم ترك الفراغ لتملأه دولا أخرى ومن المقرر أن يبدأ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرسوق علي الغانم زيارة إلى بغداد اليوم الخميس بدعوة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أفادت صحيفة عكاظ السعودية بوجود ترتيبات لمحاكمة 382 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة سلمتهم الولايات المتحدة إلى بغداد بعد اعتقالهم في سوريا وذكرت الصحيفة أنه جرى تجهيز قاعة للمحاكمة الخاصة التي تبدأ في شهر آذار المقبل وبيّن المصدر أيضا أن محاكمة هؤلاء الدواعش ستجري في قاعدة عسكرية قرب العاصمة بغداد وأضافان محاكمة عناصر داعش الذين يحملون جنسيات أجنبية في العراق قانونية ما دامت الجرائم المرتكبة على أرضه عبر وجهاء شنغال عن صختهم لما قام به تنظيم داعش بحق نساء والأطفال الإيزدين في سوريا حيث تجري معاركة بين تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية في آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا فلنتابع التفاصيل مع غسان خضر كارثة إنسانية في سوريا صداها هنا في مخيم الشارية لنازحي شنغال حيث تجمع وجهاء وشيوخ من شنغال في مدخل مخيم الشارية للنازحين للتعبير عن غضبهم وحزنهم لقيام تنظيم داعش بارتكاد مجزرة بحق خمسين فتاة أيزيلية بشعة الحادثة أعادت إلى الأذهان أحداث عام 2014 كشف عن مصير المغدورات وإعادتهن إلى ذويهم بسرعة ممكنة كذلك نطالب وزارة الخارجية العراقية بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها بالبحث والتقصي عنهن والعمل على إعادة جثامين شهدائنا أو بقايا رفاتهم عن طريق علاقاتها مع الحكومات المعنية كذلك نطالب كافة المنظمات الدولية ومجز الأمن تحديدا والبعثات والقنصليات العاملة في العراق والسوريا بمتابعة مصير مخطوفين الأسرى لدى الداعش لحد الآن هنا نطالب الجهاد ذات العلاقة بتنفيذ حكم الإعدام بالمداننة منهم في السجون نستنكر هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الداعش بحق الإنسانية وبحق كل الأشياء الدنيا التي بحق كل الإنسانية ارتكبوا الجريمة هذا الجريمة بشعة حقيقة سمعت سمعت يعني شيء يعني ساير هذه الجريمة بحق الإنسانية ما حد في هذه الدنيا يقتل الأسرى غير هذه المنظمة الإرهابية الداعش ونستنكر هذا مرة ثانية وإن شاء الله داعش ما رح يبقى إلا وهذا النهاية إن شاء الله غسان خضر زينغروس تيفي من مخيم شارية للنازحين تهوك نظم عدد من المتظاهرين في البصرة مسيرة طفت شوارع البصرة حاملين نعشا كبيرا لمدينتهم ولغرض مد الجسور مع المجتمع البصري لمساندة مطالبهم ستار المنصور من هناك والتفاصيل هذا النعش لم يكن جنازة لأحد الأشخاص وإنما طريقة جديدة انتهجها المتظاهرون في البصرة بعمل نعش رمزي لمدينتهم بعد أن يأسوا من الحكومتين المحلية والمركزية وتسويفهما لمطالبهم التي لم يجنوا منها سوى الاعتقالات والسجون وسقوط عدد من الضحايا جماهير البصرة استراتيجية جديدة انتظارات البصرة بعد ما لم تتحقق المطالب من الحكومة المركزية ومن الحكومة المحلية فارتأت شباب البصرة أن تحمل نعش هذا النعش هو نعش محافظة كاملة بعد ما أملت من الحكومة المركزية وعدم احترامها من الحكومة المحلية قرر الشباب البصرة أن ننزل بنعش البصرة المتظاهرون طافوا بالنعش في شوارع البصرة وأسواقها الشعبية ابتداء من منطقة الجمهورية للفت أنظار المواطنين إلى حجم المعاناة التي تعاني منها المدينة الغنية بالثروات من نقص الخدمات الأساسية والتلوث وتفشي الأمراضي والبطالة نشوف الإنسان الخلاق يبدع ونحاول قدر الإمكان أن نشجع أخواننا وأهلنا أهل البصرة أنه يساندونهم بقلوبهم ويانا لكننا نريد أن نمج جسور الثقة بيننا وبينهم نجيهم لبيوتهم حتى يطلعون ويانا ضدكم بالنسبة إلى محافظة البصرة والبصرة ميتة أكلينيكيا حسب ما للوصف الطبي البصرة مقبلة على الملوحة زايدة وأمراض سرطانية والبيئة ملوثة تماما والشعب البصري في الصيف القادم وقد بدأت التلوثات والسرطانات في الشعب البصري من الآن كما كان في السنة الماضية وهم يحملون النحش على الأكتاف ويطفون به في الشوارع والأسواق والأزقة فإن متظاهر البصرة يؤكدون أن مدينتهم تسير إلى مصير مجهول لا يعلمه إلا الراسقون ومن البصرة إلى بغداد حيث تعج الأسواق العراقية بالكثير من ألعاب الأسلحة للأطفال إضافة إلى الألعاب الإلكترونية الحربية وجميعها تؤثر على سلوكيات الطفل في المستقبل أحمد فيلي من بغداد والتفاصيل كم هي مألوفة هذه المشاهد في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى أطفال يحملون السلاح بكل أنواعه مسدسات وبنادق بل وحتى قاذفات هاون ضمن مشاهد الأكشن التي تحدث في الشوارع والأزقة وهي تجسيد واقعي لما يمارسه الأطفال من ألعاب تحفز الدوافع العنفية لديهم أكثر شيء أحبب بواجي الحربيات حلوة واحد كتير لاخا أصدر بها معركة مسؤولية اقتناء الألعاب التي تحرض على العنف بحسب المواطنين تعود على أطراف عديدة تبدأ من الأبوين وتنتهي بالإجراءات الحكومية التي من المفترض أن تمنع استرادها أو تستبدلها بألعاب تنمي الأفكار البناء التي تعتمد على الحب والوئام بدل القتل وسفك الدماء الطفل ما إلى ذنب لأنه دور الأبوين يقع عليه أكو ألعاب هواية غيرها ممكن يعني يعني لعبون أكو ألعاب فكرية المفروض يبدون حسب العمر حسب أعمار الأطفال تبدأ الألعاب يفترض الأهالي أو وسائل الإعلام الدولة مسؤوليةها شبيرة في هذا الموضوع المدارس تحيث يعني يعقاف استيراد مثل هي السلع لأنه تنمي شخصية عنيفة شخصية عدوانية باحثون في علم النفس والاجتماع يحذرون من خطورة فسح المجال أمام الأطفال لممارسة هذه الألعاب إن كانت ألكترونية أو بلاستيكية لأنها لا تؤثر فقط على سلوكيات الطفل بل إنها تؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية واجتماعية وعقلية أيضاً من جوانب السلبية التي تنتج عن هذه الألعاب منها جوانب جسدية كالأمراض، أمراض المفاصل، قلة الحركة ومنها أمراض نفسية كالتواحد وغيرها المؤشر الخطير الذي يكمن في هذه الألعاب هو تلك الألعاب التي تحث على الجريمة تحث على السلاح، استخدام السلاح بطريقة تمرينية إن صح التعبير كذلك هناك ألعاب كثيرة وكبيرة تؤدي إلى خطورة نفسية على الطفل بأن تصبح لديه استمتاعات في قتل الآخرين أثناء اللعبة ومنذ سنوات طويلة والأسواق في أرجاء بغداد تعج بأنواع عديدة من لعب الأسلحة كالمسدسات والبنادق والمفرقعات وبعضها يشبه إلى حد كبير البنادق التي يحملها الجنود العراقيون وهي تساهم في تغذية أفكار الطفل بالعنف وتنمي حوافز القتل والجريمة لديه في المستقبل وكما يقال فإن الوقاية خير من العلاج ونفس الشيء ينطبق على ألعاب الأطفال فهي ليست الوحيدة المسؤولة عن سلوكيات الأطفال بل حتى أن رقابة الأبوين مهمة في هذا الجانب من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاق روسيلي نظم البيت الثقافي في أربيل ندوة للتعرف بأهمية وقيمة المخطوطات العراقية القديمة ومكانتها في حفظ التراث عبر الأجيال صدف فيها رئيس جمعية الخطاطين في إقليم كردستان الذي قدم فيه بحثا تعرفيا بالمخطوط وأهميته في حفظ التراث ضياء الحمداني والتفاصيل التعريف بأهمية وقيمة المخطوطات العراقية القديمة ومكانتها في حفظ التراث عبر الأجيال عنوان لندوة نظمها البيت الثقافي في أربيل وصدف فيها رئيس جمعية الخطاطين في إقليم كردستان الذي قدم بحثا صلط فيه الضوء على أهمية الحفاظ على هذا الموروث الذي تعرض في الفترة الأخيرة إلى التهجير على أيدي مهربي وسماسرة الآثار مستغلين ظروف البلد وما مر به من صراع وحروب طبعا بالآوان الأخيرة صار مشاكل عديدة بالعراق منها السياسية ومنها العسكرية فلذلك صار أكو مشكلة كبيرة وهي أن بعض اللوحات الخطية والمخطوطات القديمة اتهجرت بمعنى آخر سريقت نحن في جمعية خطات كردستان نعني تماما أنه كل خطات يعرف قيمة اللوحات الخطية يعني يميز ما بين اللوحة الفنية واللوحة التقليدية ويميز ما بين اللوحة القديمة التراثية واللوحة الجديدة البيت الثقافي في أربيل وعبر هذه الفعالية يسعى إلى جعلها تقليدا سنويا للفت الأنظار إلى أهمية الحفاظ على هذا الموروث بصورة تشاركية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تاريخ المخطوطة كيفية اختفاءها حول عملية انتقالها من عصر إلى عصر ولماذا اختفت بوقتنا هذا الحالي أين أذهبت المخطوطات العربية يمكن إحنا يمكن بعض المخطوطات العربية نلقاها في بلدان دول العالم تفتقر إلها المتاحف العربية إذن هذه أكو إلها أبعاد سياسية إلها أبعاد اقتصادية يمكن تختلف فاليوم إحنا إن شاء الله رح يكون هذا اليوم الأول لنستذكر به وهذا اليوم ورح يكون إن شاء الله مناسبة سنوية تتكرر في كل عام جدير بالذكر أن البيت الثقافي في أربيل هو دائرة تابعة لوزارة الثقافة الاتحادية ويحرص على رصد الأنشطة الثقافية التي تحفل بها عاصمة أقليم كردستان على مدار العام تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر فيه لحظة تسليم عناصر أجانب وعرب من تنظيم داعش لأنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية ويظهر في الفيديو عناصر داعش وهم يخرجون من بلدة الباغوز ليلا وسيرا على الأقدام إلى نقطة ملاصقة لمخيم الباغوز والتي هي متفق عليها بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية للراغبين بالخروج وتسليم أنفسهم ويتحدث في الفيديو أحد عناصر داعش وهو سعودي الجنسية والذي يدعى سلطان الشمري قائلا أنه خرج ومعه المئات من عناصر التنظيم وعوائلهم بسبب الحصار والقصف المتواصل مشيرا إلى أن المئات من عناصر تنظيم داعش لا زالوا في القرية ولم يخرجوا بهدف ما يسمونه بالقتال والموت ويظهر الفيديو أيضا عناصر آخرين من التنظيم بينهم من البوسنة والهرسك وتركمانستان وروسيا أعلن البيت الأبيض عن عدم التواصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة هانوي في فيتنام وغادر الزعيمان ترامب وكيم مكان انعقاد قمتهما المشتركة في هانوي قبل انتهائهما بساعتين وفي وقت سابق قالت المتحدث باسم البيت الأبيض سارة سانديرس انه حدث تغيير في جدوى لقمة كيم والترامب في هانوي وان المباحثات ستنتهي قبل المدة المكرسة لها كما تم تقديم موعد المؤتمر الصحفي المشترك من الساعة الرابعة إلى الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي لهانوي دون أن ترد أي تفاصيل إضافية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بعد لقائه بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن العقوبة ستظل مفروضة على كوريا الشمالية وأضاف ترامب قررنا تواصل المحادثات لاحقا مشيرا لأنه طلب كوريا الشمالية رفع العقوبات متابعا أن الأخير ترغب بإزالة ترسانة نووية بشكل لم يكن كافيا للولايات المتحدة وأشار إلى أن كوريا الشمالية لن تستأنفى تجاربا نووية زعم مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترامب طلب منه أن يكذب بشأن صفقة عقارية في العاصمة الروسية موسكو أثناء حملة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016 وفي شهادته أمام الكونغرس قال كوهين أن ترامب أدار خططا سرية لإنشاء ناطحة السحاب وفي نفس الوقت الذي كان ينكر فيه وجود أي عمل انتجاري في روسيا وقال أيضا أن ترامب كان على علم باختراق البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي وتسريب رسائل للمرشحة المنافسة هيلاري كلينتون ووصف كوهين الرئيس الأمريكي بأنه عنصري ومخادع وغشاش وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شهادة كوهين بأنه يكذب من أجل تقليل عقوبة السجن المحكم عليها بها تزايد التوتر بين الهند وباكستان بعد قصف الطائرات الهندية لموقع داخل العقوب الباكستاني فيما ردت باكستان بإسقاط طائرتين هنديتين قرب الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه وسط مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين النوويتين فلنتابع التفاصيل في السياق التقرير الجارتان النوويتان باكستان والهند وتوتر متصاعد يهدد العالم في أكبر دولتين في شبه القارة الهندية يأتي هذا بعد إعلان باكستان إسقاطها لمقاتلتين هنديتين اخترقتا الأجواء الباكستانية وأسرت القوات الباكستانية طيارين اثنين هنديين على إثر الحادث وزارة الدفاع الباكستانية أكدت أن سلاح الجو الباكستاني أسقط مقاتلتين هنديتين انتهكتا الأجواء الباكستانية في حين أن الرواية الهندية قالت إن غاراتها على باكستان كانت تستهدف الإرهابيين لكن الرياح القوية منعت تطبيق الخطة وأجبرت المقاتلات الهندية لدخول المجال الباكستاني وضربت أهدافا بنجاح ثم عادت بسلام هارتس الإسرائيلية أكدت أن القصف على النقاط الباكستانية كان بإقليم خيبر بختونخوى الباكستاني بقذائف الفين سبيس الإسرائيلية رويترز ذكرت من جهتها أن طيارين هنديين ومدنيا لقوا مصرعهم إثر تحطم المقاتلة الهندية التي سقطت على الشطر الهندي من كشمير أما باكستانيا فاستدعت إسلام آباد السفير الهندي لديها وسط توترات بين البلدين وأبلغته برسالة شديدة اللهجة بعد ذلك صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بأن إسلام آباد لا تريد التصعيد وتجنح إلى السلام وأنها لا تهديف من خلال عملياتها العسكرية أي دولة جارة أما رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي وبحسب هندستان تايمز فقد توعد برد قوي على تفجير سيارة في كشمير في هجوم قضى فيه أربعة وأربعون من الجيش الهندي حطفهم وألقت يومها نيودلهي باللائمة على إسلام آباد وهو الذي زاد التوتر بين البلدين ومن جديد تطورات الأحداث في شبه القارة الهندية وما حولها إغلاق قوى السعودية والإمارات لمجالاتها الجوية ورحلاتها باتجاه البلدين كما أغلقت الهند أكثر من خمس مطارات وقامت باكستان بإغلاق ثلاث مطارات قريبة من الحدود بحضور منظمات المجتمع المدني والحكومة المحلية احتفلت المديرية العامة في محافظة واسط باليوم العالمي للدفاع المدني المزيد والتقرير احتفلت مديرية العامة للدفاع المدني في محافظة واسطة بذكرى اليوم العالمي للدفاع المدني بحضور جماهيري الواسع ضم أعضاء الحكومة المحلية ووجهاء الشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الضباط ومراتب القوات الأمنية في المحافظة بهذه المناسبة هو يوم الدفاع المدني العالمي يحتفل كل العالم بهذه المناسبة أيضا نقدم التهينة للأخواني ضباط ومنتسبي رجال الدفاع المدني في العراق بشكل عام والدفاع المدني في واسط بشكل خاص بهذه المناسبة سيكون دفاع مدني واسط الذراع الرصين لحماية ممتلكات المواطنين العامة والخاصة وكل المشاريع الحيوية قوات الدفاع المدني ومنتسبي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني وما قدموه لمحافظة واسط والناس واسط والشعب واسط والمختلف الصنوب وما قاموا به ما انقار لحياة الملايين من الناس سواء الكوارث الحرائق المفخخات فطرحياتهم كانت كبيرة جدا وعملهم كان اكبر يعتبر الدفاع المدني جهاز يتولى القيام بجميع الإجراءات لحماية المواطنين والحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الحروب وتشمل إجراءات يومية التي يمكن اتخاذها كتحذيرات من المخاطر وتدريب السكان على الإسعافات الأولية والحد من مخاطر الحريقة أتقدم بأجمل تهاني وتبركات إلى مديرية الدفاع المدني العامة ومديرية الدفاع المدني واسط بمناسبة اليوم العالم الدفاع المدني ومن الله التوفيق مديرة الدفاع المدني في واسط الاحتفال بالذكرى السنوية لليوم العالمي للدفاع المدني حقيقة هذه الذكرى في المحافظة بغداد وكافة محافظات عراق الحبيب في العالم أجمع شهدت مديرة الدفاع المدني اليوم فعاليات فيما يخص الأطفاء والإنقاذ ومكافحة الحرائق وهناك فريق آخر اسمه فريق الاستجابة CBRN ونقول في نهاية هذا الحديث نتمنى الخير والتوفيق لضباط ومنتسبين وموظفين مديرة الدفاع المدني وفي خبرنا الأخير حيث ابتكر باحثون بريطانيون تقنية طبية تتيح للإنسان أن يزيل بوصيلات من شعره ويحتفظ بها في المختبر حتى يعود إلى استخدامها في فترة لاحقة تفاديا للإصابة بالصلاع وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن العلماء البريطانيين فإن هذه التقنية الثورية للاحتفاظ بالشعر ستكون متاحة ابتداء من السنة المقبلة وتعتمد هذه الطريقة على إزالة بوصيلات من شعر الرأس والاحتفاظ بها في المختبر فضلا عن جعلها تتكاثر خلال مرحلة التخزين وحينما يبدأ الإنسان في فقدان الشعر سيكون قادرا على زراعتها مجددا تذكير بأبرز العنوي تيار البدر الوطني ينشق عن منظمة بدر بزعامة هادي العامري والسهلان ينفي والياسر يقول الوضع بين الفتح وسائرون على المحاك صحيفة سعودية تؤكد العراق يستعد لمحاكمة 382 داعشين اعتقلتهم أمريكا في سوريا ومسلح داعش يخرجون من مدينة الباغوز ويسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية وترامب يعلن استمرار العقوبات على كوريا الشمالية مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام النشرة وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الانترنت زاقروس نيوز دوت نت دمتم بخير اشتركوا في القناة